تمر في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام ذكرى إعلان تحرير ليبيا الذي تم عاقب إتمام ثوار السابع عشر من فبراير سيطرتهم على المدن والمناطق الليبية وإعلان قتل رأس النظام السابق في مدينة سرط في العشرين من أكتوبر 2011 اليوم تمر الذكرى الحادية عشرة لتحرير ليبيا من نظام معمر القذافي الذي تبين أن ما كان يسمى بالدولة والنظام الجماهيري البديع كله كان مرهونا بسقوط القذافي نفسه إذ لا مؤسسات ولا إدارة في ليبيا وكله سقط بسقوط رأس النظام تمر هذه الذكرى وليبيا ما زالت تبحث عن شاطئ الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة ويبدو أنها ما زالت بعيدة عن تحقيق حلم أبنائها الذين فاروا لبناء دولة يحكمها العدل وما زالت ليبيا تتقادفها أمواج التدخلات والأجندات الأجنبية التي يبحث بعضها عن مصالح استعمارية بآياد الليبية ضربت الثورة وأصحابها في المقاتل والبعض الآخر لا يهمه في ليبيا إلا مخزون ثرواتها وما يقدمه ذلك من جرعة دفء للدول الكبرى التي تعاني تبعات شديدة الوطأ من الحرب الروسية الأوكرانية وفي الوقت الذي يتلمس فيه الليبيون الطريقة لإجراء انتخابات قد لا تكون حلا سحريا لكل مشاكلهم إلا أنها قد تنهي على الأقل أجساما جثمت على ليبيا سنين طويلة وما تزال تقطع طريق الليبيين نحو التغيير في الوقت ذاته ما زالت هذه الأجسام شرقا وغربا تحاول التمديد لنفسها مرة تلو الأخرى تحت شعار البحث عن توافق من أجل وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات انتخابات لا يلوح في الأفق أي أمل في إجرائها ما لم يتحرك الشعب ويستعد حقه في صناعة مستقبله ليبيا اليوم وبعد أحد عشر عاما من إعلان تحريرها من نظام القذافي تعاني من احتلال مساحات من أراضيها من قبل مجموعات من المرتزقة الأجانب كالفاقنر والجنجويد وحركات المعارضة التشادية وغيرها التي فتح حفتر لها أبواب البلد لتدعمه في تدمير المدن والإجهاز على حلم الدولة أوضاع تفرض تساؤلات عدة عن التحرير والسيادة والحرية وعاني الأمل الذي ما زال يقاتل الليبيون من أجله ترجمة نانسي قنقر